بسم الله الرحمن الرحيم وعز investments。 programa do you guys. الفلفل النهاردة من عشرين لخمسة وعشرين. البصل من ستة يتسعة. البصل اللابيض والاحمر جرم سبرنا بقرjaw الله الرابط ملفلس البطاطس الكامان الفاردة من ستة لسبعة والكارات من تسعة لعشر ونص ولسبومتات بحضاشر. أسعاره مستقرة على سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين. الطوم اللابيض والطوم اللاحمر اربعين اتنين واربعين. الطماطم كمان لأنها المحصول الاساسي مع البصل والتم والبطاطس. الطماطم اسعار من سبعين لتمانين جنيه. فيه طماطم نظيفة بآه ميت جنيه. بقول لحضراتكم اعلى بطاطس في السوق طبعا اللسبونتات. اللسبونتات بحضاشر. القرى اللي قدامنا دي فيه من تسعة لتسعة ونص. وطبعا القرى المنوفية اقل شوية. لكن قرى المنصورة وضميات باسعار آه عالية. طبعا احنا في موسم صيف بالنسبة للبطاطس. وبدأنا في التخزين من آه من فترة. الخيار اصعار الخيار النهاردة من ستة لتسعة جنيه. طبعا موسم برضو كل سنة طيبين. الخيار برضو مشغال مع الفسيخ في شم النسيم. والفلفل الشطر حمرة من سبع لعشرة. البتنجان الرومي فيه من تلاتة اربعة والنضيف فيه من سبع لتمانية جنيه. نقدر نقول البتنجان الرومي فيه من تلاتة لغاية آآ تمانية جنيه. والفلفل آآ الهاريسة الفلفل اللاحمر من سبعة لتمانية والجزر الشكارة الى عشرين كيلو بخمسين آآ جنيه. بقول لحضراتكم الطماطم كتير في السوء بس ارتفاع درجة الحرارة ما اثر شوية آآ عليها. فيه طماطم كتير لكن فيه كمان آآ ايوب كتير في الطماطم زي ما قلت في الفيديو آآ اللي فات. واسعار الطماطم بتتراوح من سبعين لتمانين آآ جنيه. العروس بتنجان العروس فيه بخمسة والمخدد ولا بيض باربعة جنيه. ارتفاع درجة الحرارة مخلية في آآ خضار كتير في السوء كمان آآ آآ خلى فيه سحب برضو في السوء وفيه حركة في آآ السوء والملوخية من سبعة لعشرة جنيه. الجزر يا جماعة كل آآ يعني عايز افكركم ان الجزر لما بنتكلم عليه كل مرة بنتكلم على سعر العشرين آآ كيلو. وقادي الفلفل الرومي طبعا الفلفل الرومي البلدي للمطاعم والمحلات آآ غير الفلفل التوب ده بيبقى سعر واقل شوية من تلاتة لاربعة والفلفل الرومي التوب بيوصل لخمسة جنيه زي بالزبط الكوسة البامية طبعا الخضرة من تلاتين لاتنين وتلاتين والبامية الحمراء من اربعين لاتنين واربعين وورق العنب علشان العيد والفطار برضو كل سنة بطيبين وورق العنب آآ شادت شوية اسعار ووصل لتمنتاشر وعشرين واتنين وعشرين واللمون فيه من تلاتتاشر لاربعتاشر واللمون المخوص من سبعتاشر لآآ تمنتاشر جنيه بعد شوية هنروح يا جماعة آآ ان شاء الله سوق الفكهة ونجيب لكم اسعار العنب والخخ والبرقوق والشهد والكانتالوب والناس اللي بتسأل على الموز واماكن الموز وسوق العبور وادي آآ مرة تانية برضو بعد فيديو آآ امبارح آآ البصل وجبتلكو اهي تاريخ الصلاحية عشان الناس اللي سهلت قالت اتكلمته على البصل آآ السكري وما جبتش تاريخ الصلاحية بتاعه ادي صورة تاريخ الصلاحية بيبقى قاعد خمستاشر يوم لانه هو طبعا بيتأثر آآ بسرعة بالجو بيبقى في آآ محلات الفكهة اكتر من محلات الخضار والطبق ده آآ من سبعمية لتمنمية جرام وسعره بتتراوح ما بين الخمسة وعشرين وخمسة وتلاتين بالنسبة لسبعمية وتمنمية وفي الجملة بتتبيع العشر اطباق في كيس آآ واحد والتوم الفصوص اللي احنا شايفينه ده آآ ده الكيس نص كيلو بخمسة واربعين جنيه الكيلو منه بتسعين جنيه والطماطم الشري من خمسة وعشرين لاربعين ودايما بقول على آآ عمبر آآ ستة وعمبر آآ تمانية عمبر السياحة في آآ سوق العبور اللي بتلاقي فيه كل حاجة حتى ورق العينة بتلاقيه برطامنات آآ مجففة وآآ محفوظة والهاريسة برضو الشطة والعينة يا جماعة من انا ربعين لستين جنيه وجميع انواع الخوخ من خمستاشر لخمسة وعشرين وآآ ده البرقوق الانجليزي وكل انواع البرقوق وجبت الحلقة اللي باتت آآ كل انواع البرقوق مع عم شاماندي من سوق العبور وتكلمنا على البرقوق الافريكانو وآآ ده كمان الشهد العراقي والشهد العراقي من اتناشر لخمستاشر جنيه طبعا ده موسم كان تلبه واناناس وآآ شهد وكوز العسل وآآ يعني جميع انواع الشمام مع طبعا البطيخ موجود في السوق كل سنة وانتم طيبين وطبعا برضو آآ دي اعياد وزيارات والفاكهة آآ كتيرة في السوق الناس اللي بيسألوا بقى على الموز وليه مش بنجيب الموز آآ كتير آآ يا جماعة انا يعني حطت اكتر من تلاتين او اربعين فيديو يمكن على القناة على الموز تقريبا كل شهر بتكلم مرة او مرتين على الموز وبنصور من جوة التلاجة وبنشرح الموز ما هو اخضر وازاي بخش التلاجة ودرجات الحرارة وجميع انواعه البلدي والمغربي والويليام والبيكو احسن انواع الموز وعموما آآ عنابر الموز او تلاجات الموز كتير من مدخل آآ كارفور على ايد حضرتك اليمين آآ قدام جميع العنابر يعني قدام من عمبر واحد لغاية عمبر آآ ستة قبل ما توصل لمنطقة الكفاهات والسنترالات والآآ المسجد بتلاقي الجماعة بتوع الموز حطين زي ما انا كده آآ مصور كلهم ده يمين بوابة آآ آآ كارفور واتكلمنا وقلنا طبعا آآ العرق بتاع الموز بيوزن سبعة كيلو يعني لو خدت آآ في الجملة مية وسبعة آآ كيلو بيشلك السبعة كيلو آآ على المية بالنسبة ايه العرق اللي هو في آآ النص ده بيوزن وشرحنا الموز لازم قبل ما يخش التلاجة آآ يبقى واقف علشان المية تنزل علشان ما يتحرقش جوه من آآ الغز روحنا آآ سوق العبور آآ آآ عمبر آآ واحد واثنين آآ الطاعي ودايما واده كمان آآ آآ مزادات على الجملة من عند آآ آآ الاستاذ سعيد حسنين وأسعار السمك النهاردة البربوني بمية وستين واللاشتة بمية وعشرين والزرقان بتمانين جنيه والحارت بمية وعشرين جنيه والشبار حسب الاحجام من ستين لسبعين لتمانين والاحجام الكبيرة فيه بتسعين جنيه البوري من تسعين لمية وعشرين والباغة آآ بمية جنيه والشبار الاخدر بمية والخنزلة بمية والكبورية أسعار بتتراوح من خمسين ستين لغاية آآ مية وخمسين في الاحجام وآآ برضو كان في حد بيسألني معلش يعني احنا في السمك لكن آآ السؤال على البرنيكات والأقفاص الخشب في سوق الخضار بتتحسب ازاي وانا قلت في التعليقات ان اماكن الورش في المنوات جيزة والفيوم والاليوبية وان شاء الله اكمل لكم الموضوع ده مرة تانية شكرا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته